السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب ومتابعين في كل مكان معكم اسعبير الخطاف اليوم سوف نكمل مع بعض أسئلة كتاب المعاصر لصف الثالث الابتدائي سوف نحل أولاد مع بعض صفحة خمسين واثنين وخمسين وكمان ثلاثة وخمسين يلا نشوف أول سؤال بيقول لي انظر ويقرأ ويكمل طبعا عندي كلمات هي stay play cold don't هنحطوه في المكان المناسب I have a cuff أنا عندي كحة يبقى المفروض انك تعمل ايه don't go outside ما تخرجش طيب I have a fever أنا عندي حمى stay at home قعد في البيت طيب my stomach hurts don't play tennis ما عدتي بتؤلمني يبقى ما تلعبش تنس what is the matter ما لك ما الأمر I have a cold أنا عندي برد يبقى احنا كده اخدنا الأربع كلمات don't stay play اخر كلمة cold طب تعالوا نشوف السؤال الثاني يا أولاد بيقول لي ايه choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة at home if you have a fever المفروض فعل الأمر بيكون بدون أي أضافات يا أولاد فعله في المصدر يعني ولا فيه ing ولا فيه ed يبقى stay نفس الكلام هنا برضو ولا فيه s ولا فيه d يبقى smile and be happy تسم وكون سعيد هنا بنها حد عن انه يعمل حاجة بقوله don't 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 يبقى don't take a hot shower متاخدش دوش سخت when you have a fever لما يكون عندك حمى don't يجي وراها مصدر don't go ولا ing ولا s I have a cold يبقى مصدر cover your mouth with a tissue يعني أنا عندي برد فبقوله وغطي فمك بمنديل خلاص يا أولاد هنحل بعد كده الصفحة اللي بعديها يلا بينا دي حبايبي صفحة 52 أول سؤال في صفحة 52 بيقول لي ايه read and fill in the gaps يعني اقرأ وملأ الفراخات medicine دواء feel يشعر matter موضوع مونة بتقول what is the matter يعني ما الامر احنا نحفظه what is the matter I feel thick أنا حسنني عيانة أشعر بالمرض طيب read and match A with B اقرأ ووصل من A ل B أول سؤال بيقول لي اولاد are you okay هل أنت بخير are you okay take a cold shower when you have a fever لما يكون عندك حمى خد لك دش سائع مش سخت when I feel sick I go to the doctor لما بكون عيان بروح للدكتور طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه look read and complete headache يعني صداء medicine دواء can I get you some medicine ممكن اجب لك بعض الدواء I have a headache أنا عندي صداء طيب السؤال اللي بعده يا اولاد بيقول لي ايه read order and write اقرأ ورتب وكتب هبدأ طبعا بالفاعل I وبعدين اجب بفاعل have a cold I have a cold طيب اللي بعدها don't ويجي وراها وقلنا بفاعل في المصدر يبقى don't a touch touch your face طيب اللي بعدها كمان يا اولاد هقول له cover your mouth mouth with a tissue قطي فمك بمنديل cover your mouth with a tissue طيب احنا خلصنا كده يا اولاد صفحة 52 يلا نشوف صفحة 53 صفحة 53 يا اولاد بيقول لي look and scramble and write جابلك كلمات متل اخبطة وعايزني ارتبها البنت دي بتعمل اي بتكوحة يبقى كوحة يعني كاف و g دا دا داعيان يبقى مريض سك هاي تعالوا نشوف السؤال السادس بيقول ليه السؤال السادس يا اولاد read and choose the correct answer between practice he 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 water with هو بيشرب مية بايه lemon because he has a cuff لانه عنده قحة طبعا تشو يعني منديل و ice يعني تلج طيب الجملة اللي بعديها بتقول لي i go to that when i feel sick لما حس ان انا عيان بروح لمين للدكتور طبعا للدكتور i always wash my hands with دايما باختر ايديه بايه soap صابون i take some when my stomach hurts انا باخد بعض ايه لما معديتي بتوجعني الميديسين الدواء i take a cold shower when i have a fever i take a cold shower باخد دش سائع بارد لما يكون عندي حمى طيب اللي بعديها don't listen to loud music متسمعش موسيقى عالية كلمة loud يعني عالي when you have a headache لما يكون عندك صداع متسمعش موسيقى عالية السؤال السابع read and complete the tickets with the words from the books my dad worked very hard yesterday بابايا كان بيشتغل بجد امس he doesn't he doesn't feel well ما كانش بقى كويس حاس ان هو مش كويس يعني حاس بشوي التعب he has a headache كان عنده صداع my mom gives him his medicine مام تديت له الدواء all the day طول اليوم اخر سؤال يولاد بيقولي the following وينجي يعني عملنا بنكت ويشن للكلمات دي اول حاجة في البنكت ويشن بقرأ الجملة بشوف لو فيها اسم ولد او بنت ببدأ بحرف كابتال بسمة doesn't feel well يبقى دي كلمة بسمة بصوا يولاد كتابة الحروف ادي البي الاي بين السطور الاس الام الاي ادي بسمة شايفيني اللي فوق السطر واللي تحت السطر بنزبطه طيب doesn't ادي الدي بتطلح والقبن السطور والاي والاس والان وفي ابوسترو في والتي بتطلح ادي doesn't feel ادي الاف اي اي ال feel والدابليو والاي والال والال بيطلع واخر دي جملة بحط نقطة وشم الجملة عادية والبي يبقى انا كده كتبت البي كابتال عشان دي اسمه كمان بداية الجملة واخر الجملة عادية خالص حطيت اخيرها في فلسطوب كده ياولاد خلصنا حل 52 و 52 و 53 اللي مش مشترك في القناة يشترك وعملوا لايك على الفيديو عشان اكمل لكم حل باقي الكتابة شوفكم الحصة الجاية مع السلام